بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي وجمهوري نادي الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأبطال زي ما عودنا حضراتكم هيكون معنا كل الأخبار الأخبار اللي جوه القلع الحمراء والأخبار المحلية وأيضا بعض الأخبار العالمية التي تخص الألعاب الأخرى وزي ما عودنا حضراتكم في الاتتاح احنا ما عندناش في قناة نادي الأهلي أي ألعاب شهيدة احنا بنقب بمسافة واحدة من جميع الألعاب النهاردة حلقتنا هكون عن لعبة مصر فيها متفوقة جدا لعبة الاسكواش هيكون معنا نجم كبير من أبناء نادي الأهلي ومنتخب مصر صاحب تاريخ عريض جدا هيكون معنا الكابتن أمير وجيه وهو بالمناسبة آخر مدير فني لمنتخبات مصر واللي حصل على بطولة العالم خلينا ابتدي مع حضراتكم الأخبار اللي تخص النادي الأهلي وهنبتدي من كرة الياد كرة الياد هي اللعبة الشعبية التانية الآن طبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا مقبلين على حدث كبير وهو كأس العالم لكرة الياد بمشارقة 32 فريق في أول مرة وهيكون آخر كأس عالم تستضيف دولة واحدة 32 فريق مصر هتستضيفهم في يناير القادم إن شاء الله في كأس العالم لكرة الياد النهاردة فريق كرة الياد بقيادة كابتن طريق محروس بيواصل استعداده بقوة لعودة دولة المحترفين الحقيقة الحمد لله ما فيش إصابات الفريق بيتمرن بشكل يومي الحمد لله رفع الأحمال البدنية بشكل جيد والحقيقة كابتن طريق محروس استعان بمعد بدني ومخطط أحمال الحقيقة توقيته مهم جدا 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 استعان بالدكتور حسام عناني عشان يكون بجانبه في تخطيط الأحمال للفرقة وتجنب طبعا إصابة اللاعبين الفكرة إنه طبعا منتخب كرة الياد وبالأخص اتحاد كرة الياد من أوائل الاتحادات التي نفذت اتجاه الدولة المصرية بعودة النشاط الرياضي الحقيقة كان من في طالية الاتحادات اللي رجع مسابقات الناشئين والناشئات وكمان رجع نشاط المنتخب القوم منتخب القوم الحقيقة تجمع بعد عودة المدير الفن جارسيا المدير الفن الأسباني بعد ما رجع يوم الثلاثة اللي فات إلى مصر وجمع الفريق جمع اتنين واحد وعشرين لعب عشان ينضموا إلى معسكر مغلق في الغرداء لمدة خمسة واربعين يوم بعدين إن شاء الله هيستأنف الدوري المحترفين أنا عايز أقول لحضركم أمر مهم جدا طبعاً إحنا حللناه واللي بيدل على قوة فريق النادي الأهلي النادي الأهلي تم اختيار تسع لعبين من أصل واحد وعشرين لعبين تقريباً خمسين في المئة من قوام المنتخب لعبي النادي الأهلي وده مش غريب على النادي الأهلي النادي الأهلي دائماً أبداً الدعم الأول لمنتخبات القومية خلينا أقول لحضركم أسامي اللاعبين اللي انضموا كان ليهم شرف الانضمام لمنتخب مصر قوة اليد إسلام حسن إبراهيم المصري محسن رمضان أحمد عادل أحمد خيري عبد الرحمن فصل عمر يسين عصام الطيار عبد الرحمن حميد أما بقية اللاعبين اللي انضموا من الفرق الأخرى عمر سامي أحمد الأحمر يحيى الدرع عمر بكار أحمد مؤمن محمد علي أكرم يسري خالد وليد وسام نوار حسن قداح مصطفى بشير سيف الدرع دواء منتخب مصر خمسة واربعين يوم في الغردقة بعدي هيرجع اللاعبين ينضموا إن شاء الله للنادي الأهلي كابتن طري محروس بيجهز اللاعبين اللاعبين هينضموا لبعض الاستئناف الدوري خلينا أقول لحضراتكم النادي الأهلي عنده مبارايتين في غاية الأهمية مباراة نادي طلاع الجيش ومباراة نادي الزمالك لابد لابد من الفوز بالمبارايتين عشان يرجع النادي الأهلي تاني للمنافسة خلينا أطلع مع حضراتكم جرافيك احنا عملنا نستعرض مع حضراتكم ترتيب الجدول أو ترتيب الفرق قبل دورتين أو قبل جولتين من نهاية الدور طبعا حضراتكم شايفين في ترتيب في المركز الأول نادي الزمالك في المركز التاني النادي الأهلي بفرق نقطة واحدة أو مباراة واحدة عن نادي الزمالك في المركز التالي طلاعي الجيش إذا ما قلهت حضراتكم واضح الجدول قدامكم واضح ان احنا مازال الدوري في الملعب ولكن بشرط فوز النادي الاهلي في المباريتين او الجولتين التي لم يحدد معادهم بعد بعد 45 يوم من معسكر كل التوفيق طبعا اكيد لمنتخب مصر لان هو ده الاساس وهو ده اسم مصر اللي احنا قلنا كل اللي احنا بنعمله ده عشان اسم مصر ان شاء الله بعد عودة الدوري نتمنى كل التوفيق لكابتن طارق محروس اتحاد اليد مش بس اعاد نشاط الفريق القومي وكمان اعاد التدريبات والدخول في الصلاة المغطاة ولكن كان اول مباراة تتلعب في دوري الصلاة كله على المستوى الالعاب كلها كانت مباراة موليد الفين واثنين بقيادة كابتن هشام عبدالوهاب ميشو والحقيقة كانت مع نادي الجزيرة وكانت في صالة الامير عبدالله الفيصل وكانت المباراة منذ يومين ضد نادي الجزيرة وفاز فيها نادي الاهلي اتنين وتلاتين تسعتاشر دي كانت اول مباراة يمكن لما بيقوله يعني زي ما بيقوله ايه وبيلوه ختمها ميسك بس ان شاء الله فتتحها ميسك على مصر كلها وعلى العاب الصلاة اتنين وتلاتين تسعتاشر كانت نتيجة فوز موليد او ناشئ موليد الفين واثنين على نادي الجزيرة النهاردة منذ كل لحظات او دقائق معدودة انتهت مباراة موليد الفين اللي بيقودهم طبعا كابتن النادي الاهلي الكابتن كبير صابر حسين صاحب التاريخ الكبير طبعا مش هنقدر نتكلم عن تاريخه الكبير مع النادي الاهلي ومنتخب مصر فاز النهاردة مع ولاده على النادي الالومبي الستة وتلاتين تمانية عشرين مباراة انتهت من دقائق النادي الاهلي تسيادها منذ البداية للنهاية وبذلك بيتصدر بيستمر في تصدر جدول او ترتيب الجدول برصيد تمانية وتلاتين نقطة وبييجي في المركز التالت بفريق نقطة النادي طلاقع الجيش خلينا تنقل مع حضراتكم سريعا لكرة اليد بسيدات الكابتن نصر عيد عبد الملك كابتن نصر عيد كابتن الفريق الاول للسيدات لكرة اليد واحسن لعبة في مصر ويمكن احسن لعبة كمان في افريقا هي اختها الاثنين المحترفين بالخالق كابتن نصر عيد في تصريح مخصوص لبرنامج الابطال طبعا اختها مارو عيد كابتن مارو عيد انا مش محتاج طبعا اعرف الكابتن الكبير المحترف خارجيا في فرنسا خلينا اقول لحضراتكم ان نصر عيد صرحت لبرنامج الابطال وقالت ان الفريق جاهز يمكن السنة دي فريق كرة اليد بسيدات في احلال وتجديد وده وضع طبيعي في كل حتة اكبر رصيد للبطولات الدولية يمكن والمحلية هو فريق كرة اليد بسيدات بدون منازع خلينا اقول لحضراتكم ان نصر بتوعد جماهير النادي الاهل ان هيبذلوا قصارى جهدهم للعودة الى المنافسة مرة اخرى في دوري المحترفين لكرة اليد او دوري كرة اليد للسيدات خاصة ان نفاضل تلات مباريات او تلات جولات واول مباراة هيكون يوم 25 اغسطس مع اسموحة في اسكندرية كل التوفيق لنصره وكل التوفيق للفريق وخلينا اقول لك انه لا الفاضل خمس جولات وان شاء الله سيدات اليد قادرين على فعل المعجزة والعودة مرة اخرى للمنافسة على بطولة الدوري الممتاز تعالوا نروح لجرافيك عشان نشوف ترتيب الفرق في الدوري لحد دلوقتي وبرضو بعدها هنشوف جدول للماتشاط المتبقية ومواعدها الجدول الاول ترتيب طبعا في الشق الشمس في المقدمة برصيد 27 نقطة يجي وراء النادي الاهلي برصيد 23 نقطة نادي سبورتنج يجي برصيد 21 نقطة في المركز الرابع سموحة برصيد 21 نقطة زي ما شفنا وزي ما ورنا لحضراتكم مفيش حاجة مستحيلة خمس جولات فرق اربع نقاط يعني مباريتين مفيش حاجة مستحيلة بس اعمل للعلاية وانزل القعب الخمس مباريات وده اللي وعدت به نصر عيد عبد الملك انه احنا الخمس مباريات هيكون معانا طبعا خمس مباريات دول يعني هيتلعبوا كؤوس خلينا نروح لجدول للمباريات المتبقية ومواعدها ايضا طبعا عندنا زي ما حضراتكم شايفين اول مباراة زي ما قلت لحضراتكم يوم الثلاثة 25 اغسطس مع اسموحة بسكندريا مباراة مهمة خاصة ان اسموحة فريق جامد فريق بييجي في المركز الرابع سبت 29 اغسطس مباراة نادي التيران وهكون في اهل الجزيرة صالة الامير عبدالله الفيصل المباراة الثالثة هكون 5 سبتمبر في صالة نادي الزمالك مع نادي الزمالك السبت 12 سبتمبر هكون مع نادي سبورتينج في اهل الجزيرة والثلاثة 15 سبتمبر في صالة نادي الشمس مع نادي الشمس اكيد ومن كرة اليد هنروح سريعا لكرة السلة في نادي الاهل بقيادة الكابتن القدير الكابتن اشرف توفيق خلينا أقول لحضراتكم إن كرة السلة يمكن لعبة مهراتها كتير لعبة صعبة لعبة يعني يعني عشان تعد فرقة وتوقفها رجلها موضوع بيبقى صعب شوي لأن لعبة غنية بالمهرات كرة السلة معروفة عنها كده يمكن الكابتن أشر بتوفيق ما زال حتى الآن بيرفع الأحمال بمرا للعيبة بيجهزهم حسب بروتوكول وزارة الشباب الرياضة اللاعبين بدأوا التدريب من أول الشهر الجاري داخل الصلة المغطى طبعاً كابتن أشر بتوفيق في تليفون الحقيقة كلمته باتطمن على الفرقة قال لي إن عندي بعض الإصابات مش الإصابات الكبيرة ولكن إصابات عارف إحنا بنقول في عالم الرياضة كده إصابات سئلة شوي اسبرين أنكل شدة خفيفة الخلفية لبعض اللاعبين ألم بالضهر إصابات بسيطة نتيجة طبعاً الحمل التدريبي اللي بيحاول كابتن أشر بتوفيق يوصل به للتوب فورم للعيبة خلينا أقول لحضراتكم إن دوري وكاس كرة السلة ما زالوا في الملع النادي الأهلي عنده دور الأربعة مع فريق سبورتينج فريق سبورتينج يمكن كان تزت نتائجه شوية الفترة اللي فاتت ولكن نادي سبورتينج بعد تدريبه أو بعد أن تولى مهم تدريبه الكابتن وقل بادر اللي كان مساعد مدرب في نادي الزمالك الفرقة بقى شكلها أحسن شوية بقت بتتمرن بقت جهزة مبرامج سهلة مبرامجها تكون في تاريخ 23 أغسطس دي أولى مباراة الفريق الأول لكرة السلة بكادر كابتن أشر توفيق مهمة جداً هذه المباراة لأن المباراة دي مباراة كؤوس لقدر الله إذا يعني اللي بيخسر بيودع البطولة فدي أول مباراة لينه إن شاء الله طيب الدوري موقفنا أي الدوري باختصار بيتلعب نظام البلاي أوفس يعني الأدوار الإقصائية بيلعبوا بيستو فايف اللي بيكسب 3 ماتشاط من 5 ماتشاط من أصل 5 ماتشاط بيبقى هو اللي فاز بالمواجهة مع الفريق الآخر النادي الأهلي بيلعب قبل النهائي مع نادي الجزيرة النادي الأهلي قبل توقف طبعاً بعد انتشار جائحي الكورونا قبل التوقف ده النادي الأهلي كان متصدر 2-1 وكان داخل على المباراة الرابعة مع نادي الجزيرة إذا النادي الأهلي فاز بالمباراة الرابعة حسم الأمر وقضي الأمر ونادي الأهلي تأهل للنهائي إذا لقدر الله النادي الأهلي خسر من الجزيرة يبقى هنروح على مباراة فيصل المباراة الخامسة إن شاء الله إلا هيكسب هيتأهل مباشرة لملاقات نادي الاتحاد السكندري بقيادة الكابتن أحمد مرعي الاتحاد السكندري هو أول الفرق التي تأهلت للنهائي يعني دوري السلة مازال في أشده وكاس أيضاً مازال في أشده ومحتاج استعداد من شكل من نوع معين خلينا نروح لجدول نشوف المطشاط المتبقية في الدوري أو كرة السلة وكمان موعدها خلينا نبتدي بمباريات رجال كرة السلة أو دوري السوبر معنا على الشاشة طبعاً يوم السبت 29 أغسطس عندنا في استاد القاهرة مباراة الجزيرة استاد القاهرة هو ملعب نادي الجزيرة والمباراة ستقام على ملعب نادي الجزيرة أنا أبداً أقول لحضراتكم إن في نظام البلاي أوف أو المباراة الإقصائية بتلعب مباراة على ملعبك ومباراة على ملعب الخصم فالمباراة القادمة أو الرابع على ملعب الجزيرة المباراة إذا احتاجنا نروح إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي إذا احتاجنا نروح لمباراة خميسة ودوارد جداً في كرة السلة هتبقى المباراة على الأرض محايدة وهي صالة 6 أكتوبر خلينا أقول لحضراتكم إنه كرة السلة يمكن السنة دي الدوري قوي ليه؟ لأنه شاهدت دوري كرة السلة عودت لعبين كتير جداً من دوري المحترفين أو دوري الجامعات الأمريكي وكان طبعاً من ضمنهم أحمد إسماعيل إهاب أمين في النادي الأهلي وغيرهم وغيرهم في الأندية الأخرى مع وجود محترفين على مستوى عالي دوري كرة السلة السنة دوري قوي خلينا أروح مع حضراتكم على جدول تاني عشان نوضح في حالة فوز النادي الأهلي هنلتقي مع الاتحاد السكندري يمكن هقول لحضراتكم سريعاً الموعيد اللي تحطت من قبل الاتحاد السلة جمعة 4 سبتمبر كل المباراة مبدئين هتقام في صالة 6 أكتوبر اتحاد السلة حط في لايحيته قبل ابتداء البطولة إنه المباراة النهائية ستقام على صالة محيدة وهي صالة 6 أكتوبر جمعة 4 سبتمبر حد 6 سبتمبر السلساء 5 سبتمبر الخميس 10 سبتمبر السبت 12 سبتمبر بفاصل يومين عن كل مباراة طب ليه ممكن ما نوصلش المباراة الخامسة في حالة فوز النادي الأهلي أو أي أو النادي الاتحاد اللي يفوز 3 مباراة في الأول هو اللي بينهي الزي ما بيقوله اللقاء أو بينهي البطولة لنفسه طيب خلينا نروح لكرة السلة سيدات بقيادة الكابتن علي هاشم الحقيقة كرة السلة سيدات دلوقتي لسه في المرحلة الأولى المرحلة الأولى اللي هو دوري مجموعة واحدة بيلعبوا لتحديد المراكز من الأول للتامن المراكز بعد ما يتم تحديدها من الأول للتامن بيبتدي الأدوار الإقصائية زي الرجال طب إيه الأدوار الإقصائية بتتلاعب إزاي؟ الأول بيلعب الثامن الثاني بيلعب السابع الثالث بيلعب السادس الرابع بيلعب الخامس ونبتدي نلعب برضه أدوار إقصائية ويتأهل اللي يكسب ييتأهل الدور اللي بعده اللي بيخسر بيودع البطولة الحقيقة طبعا كابتن علي هاشم وعد انه طبعا هيبسك كل مجهود عشان يتصدر جدول الترتيب حتى لو لم نوفق في تصدر جدول الترتيب ما فيش اي مشكلة خالص هنلعب الادوار الاقصائية وده هو المهم المهم ان احنا نوصل بالفريق ان شاء الله للادوار الاقصائية وناخد مركز متقدم عشان نقدر بالشكل ده ننافس على بطولة الدوري العام خلينا اروح لجدول مع حضراتكم نشوف ترتيب الفريق في الدوري لحد دلوقتي معانا مثلا طبعا المتصدر الدولي في الجدول هيكون مع حضراتكم حالا على الشاشة متصدر الجدول هو نادي سبورتينج نادي سبورتينج 22 نقطة نادي الاهل في المركز الثاني 20 نقطة نقطتين دول مش معنا كده المطشين النقطتين دول يعني مباراة واحدة تفصلنا عن نادي سبورتينج سموحة 18 نقطة في المركز الثالث الجزيرة في المركز الرابع ب17 نقطة الشمس 16 مصر التأمين 14 نقطة هليوبلس 13 نقطة الصيد 12 نقطة خلينا اقول لحضراتكم زي ما قلتلكم الجدول ده هو جدول ترتيبي فقط هنروح بعد كده منه على المباراة الاقصائية المباراة الاقصائية هتبقى زي ما قلت لحضراتكم هيبقى اللي بيكسب بيكمل واللي بيودع واللي بيخسر بيودع البطولة خلينا اروح لحضراتكم جدول تانية عشان نشوف مواعيد المباراة المتبقية لفريق السلة السيدات بقيادة طبعا الكابتن علي هاشم عندنا يوم الخميس 13 أغسطس هيبقى معنا تي طبعا الجولة رقم 12 نادي هليبلس في اهل الجزيرة طبعا مباراة السيدات بتقام على صالة الشهداء وليست على صالة الامير عبدالله الفيصل بالجزيرة الاحد 16 أغسطس هيبقى سموحة اهل الجزيرة الاربعة 19 أغسطس هيبقى مع فريق الجزيرة في مركز شباب الجزيرة تمام طيب ده كان بسرعة اخبار كرة السلس وارجال او سيدات خلينا نروح لكرة طائرة رجال وسيدات والحقيقة زي ما قلت حضراتكم قبل كده الكرة الطائرة سواء رجال وسيدات بيحلقوا في مكان آخر من الكوكب ما شاء الله عليهم تطشوود ربنا يحميهم انجازات كبيرة جدا محلية وافريقية وعالمية يمكن طائرة النادي الاهلي لا غبار عليها ولا أحد يستطيع أن ينافس النادي الاهلي في أرقامه في الطائرة سواء رجال وسيدات الحقيقة احنا كنا طبعا رجال الطائرة كنا كلمنا مع كابتن محمد مصالح ميدو كلمنا مع اللاعبين طلبنا أن يكونوا معنا في الستوديو رفضوا طبعا بأسلوب المهزب المعروف عن كرة الطائرة وتأسر كرة الطائرة جميعا قالوا يا جماعة والله احنا مش فاضيين احنا مركزين في البطولة كل الاحترام والتقدير ومن هنا من برنامج الأبطال بوجه كل التقدير والاحترام لكابتن محمد مصالح ميدو ورجاله على احترام جماهيري النادي الأهلي واحترام شغلهم واحترام طموحات جماهيري النادي الأهلي يعني النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله بنسبة كبيرة حاسم بطولة الدورة العام بأداء اللاعبين ولكن اللاعبين مركزين كابتن محمد مصالح يقافل على فرقته رفض إن أي تصرحات أو أي حاجة غير المضمون اللي هو عايزه إن شاء الله يتوق ببطولة الدورة والكأس طيب خلينا نروح لتقرير مع كابتن محمد مسلح ميدو نشوف قال إيه وأرجع لحضراتك وتعلي الدوري طبعا أو الدنيا كلها كانت وقفة لمدة 3 سنة ونص ودي كانت أول مرة تحصل في التاريخ يعني كانت صعبة جدا على اللعيبة كان يهمني جدا أن أنا أتابع الفترة دي الأوزان اللعيبة ندبش عليك كانت الحمد لله كنترول فيه كنترول عليها أول ما رجعنا رجعنا على أهل مدينة نصر اتمرنا لمدة أسبوعين كانوا مهمين جدا نحن ناحية البدنية استغلنا الإمكانيات اللي معنا هناك رجعنا هنا عملت يومين بالليل تمرين بالليل كسفت الناحية البدنية دخلنا تقريبا تقدر تقولون كده معسكر مفتوح من مبارح لمدة أسبوعين فترة مرهقة جدا بالنسبة للعيبة عشان أقومهم بدنيا تاني اللعيبة بصراحة عاملة مجهود عظيم جدا وعايز أقول لك أن هم نشكروا على المجهود اللي بيعملوا لأن طبعا ثلاث شهر ونص كثير جدا عليهم لكن الحمد لله هم قد المسئولية وإن شاء الله هنبدأ الدوري يوم 21 إحنا عندنا مطشين مواجلين بعد البطولة العربية اللي عبناها وكسبناها عندنا مطشين مواجلين اللي هو طيران وبيتروجيت دول هنلعبهم قبل من الدور يبتدي الدور يبتدي يوم 28-80 إحنا هنلعب يوم 24-21 مع الطيران ويوم 24 مع بيتروجيت وغير كده في مطشي كاس ستة وعشرين والدوري هبتدي أصلا يوم 28 مع اسموح فأنا عندي أربع مطشات في سبوع واحد طبعا لود كبير جدا لنا لعيبة إن شاء الله نقدر نوزع الحملة عليهم وبإذن الله يعني إذا كسبنا المطشين مواجلين هنعتلي قمة الدوري وإن شاء الله نقدر نسعى جمهورنا دليل إن شاء الله عمل حسابي على مطشين أو ثلاثة وديين كده إن شاء الله بحس طبعا نكون لعبناهم في الدوري نكون خلصنا مطشات معنا معهم بس إن شاء الله نعمل حسابي على 2 أو 3 مطشات وديين أي مدرب لازم يبص المستقبل للنادي الآلي أنا الحمد لله في رقيتنا بتضم لعيبة من الخبرة ولعيبة من الشباب ولعيبة من الصغيرين يعني أنا عندي الحمد لله لعيبة من مخضرامة زي أحمد وعبدالله وعبداللطيف ورقوف وعندي العيبة اعتبروا برضو زي حسام وطبع عبدالعال ده الجيل الثاني الجيل الثالث سعيد وعادل ورمضان وأنا مش عايز أعدي لك وبالسعود فيه الجيل اللي طالع بقى هو الحسيني ومرجان والصوف الحمد لله فيه أربع عجيال مش عايز جمهورنا ده أهلي إيه لا إن شاء الله في حزباني كويس جدا مستقبل النادي الأهلي غير كده إن شاء الله العيبة المخضرامة لغينا عنها في الوقت الحاضر الحقيقة كلام كابتن ميدو كلام الحقيقة من أتوقف عنده كثيرا لأن كابتن محمد مصلحي الحقيقة بيقدر وبيقدس العمل وبيقدس التمرين والراجل الحقيقة عارف حجم التحديات اللي عليه وحجم المسئوليات اللي عليه ونفس الكلام أكيده معنا محمد معوض لبرو الفريق قال لنا في تصريحات خاصة لبرنامج الأبطال قال لنا إحنا لعبة محترفة نقدر طموحات جمهوري نادي الأهلي وعارفيني نادي الأهلي عايز مننا إيه نادي الأهلي في مطلع هذا العام فاز بالبطولة العربية ومعوض بيوعد جمهوري نادي الأهلي إن شاء الله بالحفاظ على الدوري والكأس للموسم الثالث على التوالي ونحط تحتها ميت خط الحقيقة معوض كلامه أيضا إنه هو الفرقة جهزة الحمد لله ما عندناش إصابات والحقيقة الروح المعنوية العالية سواء للجهاز الفني أو اللاعبين الحقيقة بتخلينا إحنا نفسنا متحمسين جدا لعودة المباريات وإحنا نشوفهم في الملعب تاني بيتقلقوا وزي ما بيقولوا الطائرة طائرة النادي الأهلي بتطير في حتة تانية خلص خلينا نروح لجدول نشوف ترتيب الفرق طبعا قبل التوقف كان شكله إيه طبعا الجدول هنشوف فيه حاجات معينة ومحتاج أعلق عليه بس عشان الناس يعني تفهم معانا إيه المباريات الفضلة أو إيه الدنيا ماشية طبعا الجدول هو طبعا ظاهر على الشاشة من 8 خنات وهو ليه تكملة لـ 12 خنات بس احنا نتكلم عن أمور معينة طبعا بيعتلي الترتيب طبعا النادي طلاقة الجيش ولكن النادي طلاقة الجيش لعب 16 مباراة لو خدتوا حبيل حضراتكم في الجدول الأولاني 16 مباراة ليه 40 نقطة النادي الأهلي لعب 14 مباراة ليه 39 نقطة يعني ليه مباراتين مؤجلتين ودون اللي كان كابتل محمد مصالحي قال عليهم إنه أول مباراتين هلعبهم هم مباراتين التوقف نتيجة أو مباراتين المؤجلتين نتيجة التوقف أثناء البطولة العربية نادي الزمالك بييجي في المركز الثالث لعب 15 مباراة 38 نقطة طبعا في المركز الرابع سموحة 38 نقطة عندنا الطيران 25 نقطة لاتحاد السكندري 25 نقطة طبعا زي ما حضركم شايفين يمكن في تفاوت كبير في زي ما بيقولوا تفاوت في عدد النقاط ولكن خلينا أقول لحضراتكم حاجة إنه في أمر مهم جدا في المركز العاشر 11 الشمس وبترجيت أنا بس عايز أعلق على حاجة عشان الناس تفهم معنا نادي الشمس عنده 10 نقاط وجاي في المركز العاشر نادي بترجيت عنده 11 نقطة بالرغم إنه أزيد من نادي الشمس ولكن هو جاي تحته في الترتيب ليه؟ لأن نادي الشمس فاز في عدد مباريات أكثر من نادي نادي الشمس إنه فاز في عدد مباريات أكثر من نادي بترجيت فاتحاد اليد واتحاد الطائرة أنا آسف ولايحته اللي بيفوز أكتر حتى لو فيه تفاوت في النقط بيعتلي جدول الترتيب كل الاحترام والتقدير طبعا لفريقنا وركبت المحمد مصير حميد ونتمنى كل التوفيق طبعا إن شاء الله بعد العودة أربع مباريات في أسبوع لو ده عالي جدا والحقيقة إحنا فيه مجهود بيبزل إن شاء الله أن نحن نحاول بقدر المستطاع طبعا على حسب خريطة البرامج والأمور دي نحن نقدر نزيع أي مباراة من هذه على شاشة قناة النادي الأهلي فيه مجهود بيبزل طبعا ما ننكرش ده وإن شاء الله يعني تكون على قد وطموحات وعلى قدر وطموحات جمهير النادي الأهلي أكيد إن شاء الله خلينا نروح مع حضراتكم كمان على جدول يعني موضحين فيه موعيد المباريات عشان كابتن محمد مصالحي قال إن فيه أربع مرات في أسبوع هنوضح لحضراتكم الجدول بيقول إبزل الجمعة يوم 21 أغسطس هيكون أول مباراة وهتكون ضد الطيران على ملعب النادي الأهلي أو صالة الأمير عبدالله الفيصل يوم الاثنين 24 أغسطس جدول مع حضراتكم على الشاشة المباراة التانية 24 أغسطس يعني بفاصل يومين 22-23 24 مباراة مؤجلة أيضا ضد نادي بيترو جيت الساعة السادسة أهل الجزيرة أو صالة الأمير عبدالله الفيصل طبعا الجمعة 28 بفاصل 3 أيام 25-26-27 ييجي مباراة سموحة في اسكندريا يعني أنت هتسافر في تاني يوم وتلعب في رابع يوم مجهود كبير جدا الاثنين 31 أغسطس هليوبلس في أهل الجزيرة يوم الجمعة 4 سبتمبر الساعة 8 مع سبورتينج في سبورتينج في اسكندريا شايفين التردد في المباراة اسكندريا القاهرة اسكندريا الاثنين 7 سبتمبر الساعة الجولة التاسعة هيبقى الساعة 6 أيضا في أهل الجزيرة الجمعة 11 سبتمبر الجولة العاشرة مع نادي طلاقع الجيش الساعة السادسة مع أهل الجزيرة ويكون المباراة الأخيرة المباراة أو الجولة 11 مع نادي الزمالك ولم يحدد موعدها بعد خلينا أقول لحضراتكم أنه طبعا مجهود كبير لازم أكيد اللاعبين هيكونوا مستعدين ليه ربنا يحفظ اللاعبين من الإصابات ويقضي أكتر حاجة بتقلق أي مدير فني مش مشكلة الحمل بنستعدله ولكن اللي بيقلق أي مدير فني هو إصابة أي اللاعبين المهمين أثناء المبارات أو ضغط المبريات طيب احنا كده يعني خلصنا تقريبا لا احنا لسه معنا كمان طبعا أخبار طبعا طائرة السيدات أنا آسف طبعا دي حاجة لا تنسى أبدا كابتن حمد الصافي اللي كان معنا في مدخلة الحلقة اللي فاتت والحقيقة الراجل وعد بكل يعني وضوحه صراحة أنه إن شاء الله محافظ على بطولة الدور العام فاضل أربع جولات جولتين فقط يفوز بيهم كابتن حمد الصافي وبناته كافيين أن يفوز باللقب ولكن مش ده اللي بيدور عليه كابتن حمد الصافي كابتن حمد الصافي بيدوروا البنات كلهم طبعا بيدوروا على العلامة الكاملة وإن شاء الله يقدروا يحققوا ده ويفوزوا بالأربع مبارات خلينا أقول لحضراتكم أنه الفريق السيدات الكابتن حمد الصافي برضو أكد لنا نفس الكلام اللي قالوا أنه عالي بالحمل البدني جامد قوي وده طبعا مدروس ومحسوب عشان ما يتعرضش أي لعبة للإصابة خلينا أطلع لجدول بنبين فيه ترتيب الدوري سيدات الكرة الطائرة طبعا عندنا في المركز الأول النادي الأهلي لعب 18 مباراة فاس في 18 مباراة الحقيقة أنا بتوقف عندي ده الحمد لله زيلو هزايم ده إن دل فيدل على قوة النادي الأهلي في الكرة الطائرة سيدات على مدار العصور اللي فاتت وطبعا ده جيل بيكمل جيل 54 نقطة يجي نادي الزمالك لعب 16 مباراة فاس في الثلاثة هزيمة 3 نقطة 40 نقطة 14 نقطة طبعا عن الوصيف رقم كبير مباراة تين كافين لحسم بطولة الدوري الصيد في المركز الثالث الصيد الحقيقة بنهنيه إنه عامل فرقة الحقيقة فرقة جيدة في الطائرة لسيدات هذا الموسم لأن احنا الحقيقة كل نادي بيقدر يوقف فريق على رجله وفي الآخر ده فايدة المنتخب مصر لعب 16 مباراة نادي الصيد 36 نقطة يجي في المركز الرابع نادي الشمس لعب 17 مباراة 34 نقطة كل التوفيق لكابتن حمد الصافي وسيدات الطائرة ولكن طبعا قبل منسيب سيدات الطائرة أكيد هنروح لجدول كمان زيما متعودين مع حضراتكم نشوف المباراة المتبقية وموعدها وهنشوف برضو ضغط المباراة عليهم وده الكلام اللي كان بيقوله الكابتن حمد الصافي خلينا نشوف أول مباراة لسيدات الطائرة هيكون يوم الاتنين 24 أغسطس دي مباراة مؤجلة هتكون مع سبورتينج في اسكندرية المباراة التانية يوم الجمعة 28 أغسطس مع أصحاب الجياد في نادي الأهلي الجزيرة الاتنين 31 أغسطس مع هليوبلس في هليوبلس الشروق المباراة الرابعة الجمعة 11 ستمبر مع الزمالك لم يحدد الملعب بعد طبعا ده مجهود كبير جدا بيبزل في ألعاب الصراط في النادي الأهلي خلينا استكمل معاكم هذا المجهود وهذه الأخبار الحقيقة للناس كتير منتظرها ولكن بعد المصر أهلا بحضراتكم من جديد لسه مكملين مع حضراتكم أخبار أبطلنا ولكن داخل القلعة الحمراء هنروح لكرة الماء الحقيقة كرة الماء في آخر 3 سنين داخل النادي الأهلي شافت طفرة كبيرة جدا كان نادي الأهلي بتاعد عن المنافسة وكان نادي الجزيرة أو نادي هليوبلس بيتبادل المنافسة بينهما والنادي الأهلي كان بعيد لفترة ولكن من 3 سنين اشتغل النادي الأهلي عن نفسه دخل في دائرة المنافسة بقوة يمكن المدير الفني أو المدير الفني الصربي ديان عد بالفريق لتدريب مرة أخرى إذا ما احنا عارفين أن الصرب هم أفضل من يلعب هذه اللعبة والحقيقة كان النادي الأهلي استعان بخبرات الصرب عشان يطلع بالمستوى الفني للفريق الخواجة أول ما رجع كان ملتزم جداً بإجراءات الاحترازية لدرجة أنه خلى كل لاعب يتمرن في حارة لوحده قبل الرجوع للتدريب بالكرة مرة تانية كل التوفيق ليهم عندهم فترة كافية لاستعداد بطولة الدولة هكون في أول شهر أكتوبر في فترة كافية جداً يرجعوا لمستوهم كل التوفيق لكرة الماء بكده يكون انتهت أخبارنا عن الألعاب الجامعية هتبتدي معنا أخبار الألعاب الفردية الحقيقة نبتديها بألعاب القوة في النادي الأهلي الألعاب القوة بقيادة الكابتن ياسر داود الحقيقة بتضم أبطال كتير جداً والنادي الأهلي بيقوم بدور كبير جداً في أعداد هذه الأبطال مش بس للبطولات المحلية ولكن أيضاً للبطولات العالمية خلينا أقول لحضراتكم أنهما بيتمرنوا في المركز الأولومبي بالمعاد بيتمرنوا تقريباً كل يوم في بعض الألعاب بتتمرن على فترتين عندنا لعبة مؤهلة إن شاء الله ومتوقع تأهلها لأولمبيات بكين أبو أربات سوري آسف توكيو العام المقبل طبعاً تعارفين أولمبيات تأجلت وبعض بطولات التأهل الأفريقية تم تأجلها في الألعاب القوة ولكن لعبتنا بتستعد عندنا مين ممكن يطلع الأولمبيات عندنا محمد مجدي حمزة عندنا إهاب عبد الرحمن عندنا حسن عبد الجواد عندنا مصطفى الجمل عندنا شهاب عبد العيز كل دول اللاعبين متوقع وصولهم إن شاء الله لتوكيو عشرين وواحد وعشرين وأيضاً تحقيق ميداليا في الأولمبيات خلينا نروح مع حضراتكم تقرير صورناه مع الأبطلنا ألعاب القوة في المركز الأولمبي في المعاد وأرجع لحضراتك وتاري الحمد لله إن إحنا كنا وقفين بقلنا فترة كبيرة جداً من شهر ثلاثة إحنا كنا في معسكر في جنوب أفريقيا وكنا خلاص قربنا جداً على التأهيل كان هنبدأ أول مكشف تأهيل يوم 24 وعشرين رجعنا يوم ساعتاشر فأصباً عنينا طبعاً من سابة الطيران من الساعتها إحنا وقفين الحمد لله إحنا رجعنا من أسبوع بدأنا تدريب ومكملين إن شاء الله لحين يعني التحدي يحطي لخطة النشاط المحلي لكن طبيعي الهدف الأكبر بالنسبة لن شاء الله سنة جاية هي ألومبياد توكيو إن شاء الله هنا النادي مع الكابتن ياسر داود رئيس الجهاز قسم اللعبة بشكل منظم جداً وشكل احترافي جداً بحيث إن يكون العدد ما يكونش زيادة عن المسموح طبقاً لإجراءات النادي وإجراءات الدولة الحمد لله إلعابك هو يعني تعتبر لعبة فردية غير تلاموسية ودلوقتي إحنا يعني في معايد التمانين إحنا بينات مارف معايد مختلفة فالص يعني كنا في لعبة التمانين في نفس الوقت فرينا الحديد وكله دلوقتي بقى كله واحد لوحده بداحوه عشان اللي جاي مكانه يعني لإحنا إن شاء الله يعني في النادي الأهلي بس إن شاء الله خمسة أو orchestra بإذن الله يعني نقدر يعني 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 كله رائبين يعني موجود في الرنك فيه تأهيل رقمي بس أنا متاهل الحديقاتي برنك إن شاء الله نحن لعبة يعني مش بتعتمد على اللياقة بس إحنا اللياقة وحديد وفيتنس ورمي فطبعاً كل ده مش هينفع يتعامل في البيت كبديل لتدريب في البيت بس الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نحافظ بس على اللياقة بس هي ديه النقطة وطبعا برضو بالنسبة للوزارة عم اتلنا مسحة وقابل نبدأ بالنشاط وطبعا ده شيء كويس جدا ان شاء الله يعني بالنسبة لالعاب القوة يعني ان شاء الله ما بين التمانية لاتنشر العيب ان شاء الله يكونوا متأهلين بإذن الله الانبيئات أكيد طبعا عوضة نشاط ريادي كان ليه دور كبير في عوضة الحياة أساسا للقطاع الشباب لان ده كان يعني حتى اقطاع بطول اقطاع ممارسة كان الناس في حاجة نقصوهم يعني فأكيد طبعا عوضة نشاط بتمثل 100% حياة جميع ريادي مصر وخاصة طبعا فرق الناد الاهلي وفرق العب القوة احنا بالنسبة لين هنا الاجراءات برضو مقننة معنا جهاز طبي معنا هنا في المركز الانبي بيبقى في كشف على جميع الدخول من البوابات بالقفل المتابعة الرسمية من الجهاز الطبي لأي لعب بيتظهر عليه بعض الأعراض أو بيتم تعامل معايا وعزله إذا اقتضت الظروف يعني فيه بالنسبة لفرقين للأهلي مالعقل عن أربع لعبين إن شاء الله عندهم فرص أهل كبيرة إحنا كنا عاملين إعداد كويس جدا في الفترة اللي قبلها عشان أولمبيات وكنا سافرنا مع عسكرات وكنا خلاص يعني كنا تقريبا تقريبا شبه خلاص إحنا استعدينينا 100% جات الفترة دي طبعا هدت كل حاجة بس إحنا حاولنا نحافظ على قد ما إحنا نضار على قد التمرين في البيت على قد كده وإنحمد لله دلوقتي الرجوع بالنسبة للراضين لكن الحياة رجعت بالظبط بعد المرة ده رجعت إحنا عندنا في النادي الأهل عندنا العيبة كتير كويسة جدا مصطفى الجمل حسن عبد الجواد محمد مجدي شاب عبد العزيز الناس دي كلها فيه أبطال كتير جوان نادي الأهل يدروا يتأهله أعتقد جوان نادي الأهل يتأهل أعتقد ممكن يتأهل مثلا خمسة أو سبعة تقليل فلا بالقوة يعني أعتقد يعني إن شاء الله كل التوفيق لأبطالنا أبطال ألعاب القوة الحياة في التمثيل المحلي كنادي أهل والتمثيل العالمي والأفريقي كتشيرت منتخب مصر كده تكون خرصت كل أخبارنا داخل القلعة الحمراء خلينا نروح لبعض الأخبار المحلية الحقيقة فيه خبر مهم استوقفنا طبعا قرأة بطولة العالم للريشة الطائرة عملت إمبارح والحقيقة مصر وقعت في المجموعة الأولى اللي بتضم أسبانيا واليونان واليابان وتايوان واليابان الحقيقة البطولة هتتلاعف في الدنمارك في الفترة من 3 والحد 10 أكتوبر اللي جاي احنا مش عارفين هل هتتأجل أو تلاعف في مكانها أو في معادها وفي مكانها ولا لا طبعا منتخبنا كانت أهل بعد ما كسب بطولة أفريقيا في شهر فبراير اللي فان طبعا ما ينفعش يكون فيه خبر زي ده وما يكونش معانا الكابتن هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة أهلا بك يا كابتن أهلا أهلا سنة كابتن أهلا كل سنة طيبين كل سنة طيبين على مشاهدين كلهم كل سنة وحضرك طيب ونحب طبعا في البداية نقول لحضرك ألف مبروك التأهل طبعا لطولة العالم منتخب مصر لما يكون مع الكبار دي أكيد حاجة تشرفنا وتسعيدنا وكننا عايزين نعرف رأي حضرتك في المجموعة الأولى اللي احنا وقعنا فيها وفرص تأهلنا للدور الثاني والله هو المجموعة الأولى طبعا مجموعة قوية جدا بس طبعا كل المجموعة هتبقى قوية لأنه طبعا أحسن دول في القرارات كلها بتلعب مع بعض فهيبقى المنافسة كده كده شارسة بكل المجميع احنا همنا أن أولادنا يعملوا اللي عليهم وياخدوا الخبرات من دول اللي يمكن أننا مقابلنهاش عمرنا في الفرق فدي خبرة كويسة جدا لأولادنا البنات الزياد طبعا هم فرق البنات واحنا الحمد لله عندنا أعمار سنية من 17 سنة لحد 30 فخبرات من الصغير للكبير هيستفاد جدا من المشاركات واللفاءات ما شاء الله يا كابتن يعني الأعمار السنية متفاوتة عندك الخبرة عندك الشباب احنا الحمد لله بنعمل دايما نحلاله تجيب على طول بالدعم على طول الشباب هتلاقي جميع المراحل السنية موجودة في المنتخب بنحاول نجد عشان يعني على طول احنا بنظرنا برضو على قدام الشباب بقى احنا عند رؤية وصلنا نبقينا زي ما بنقول أسياد أفريقيا او بناخد دايما أول أو ثاني بكتير في أفرقيا لا احنا يعني يمينا هدف أعلى فبنحاول نخلي الجيل الصغير داي شارك بدري بدري مع المستويات العالية دي بخيص ان احنا ما ناخدش وقت طويل في الاعداد اللي هم يكونوا ان شاء الله اذا كان في أولمبياد او في بطولات عالم بعد كده ان شاء الله يأتي بأمريكا ان شاء الله يا كابتن طب كابتن البطولة هتتلاقي في شهر اكتوبر القادم احنا طبعا عارف حدق جاءة كورونا هل جالك تأكيد البطولة في نفس المكان والزمان المحددين وقامت غرعة عملت لحد الوقت الأمور ماشية في طريقها انها تطام فيما عادها وفي المكان لكن طبعا ممكن يحصل تغيرات في أي وقت طبعا احنا عارفين فجأة بيحصل دروب او بيحصل زيادة في أعداد احنا طبعا ما بيناش طبعا على يقين تام ان في حاجة هاتم ولا لا بس احنا ماشيين في التدريبات بتاعتنا اتصلنا بالاتحاد الدولي بيأكد ان البطولة قائمة فبستعد لكنها طبعا لازم تكون قائمة ان شاء الله وعشان ما نأثر ان شاء الله كل التوفيق لحدها كابتل حسين وطبعا بناتنا في بطولة العالم تشرفونا بإذن الله وترفعوا اسم مصر علينا ان شاء الله كابتل شام التهامي رئيس الاتحاد الريشة الطائرة الف شكر وجودك معنا على قناة النادي الأحلي الجنباز الحقيقة برضو هنتنقل سريعا للجنباز الجنباز برضو في الفترة الأخيرة حقق يعني نتائج طيبة طمعنا شوية ان احنا ممكن نعمل حاجة ان شاء الله يعني في توكيو طمعنا شوية نحن ناخد مراكز متقدمة طبعا الدكتور اهاب امين رئيس الاتحاد الجنباز قال ان المنتخب الوطني بيستعد العدد من البطولات الدولية في ديسمبر وانهار اللي جايد يمكن البطولات الودية دي هكون خير الاستعداد طبعا لما هو قادم وخلينا اقول لحضراتكم ان هم عمين معاصقة دلوقتي في المركز اولمبي في المعادي لحين المشاركة في اولمبيات توكيو اتحاد الجنباز طبعا حقا زي ما قلت لحضراتكم نتائج كويسة جدا للفترة اللي فاتت وانه بيضمن المشاركة في المعادي بمجموعة من اللعيبة حبيبة مرزوء من دي عصام بالاضافة الى منتخب الجنباز الاقاعي كل التوفيق طبعا لمنتخب الجنباز وكل التوفيق لأي منتخبات مصر اسم مصر لما بيحلق علينا الحقيقة ده امر بيسعدنا كلنا كلنا طبعا لان الهدف الاساسي هو منتخبات مصر طيب خلينا نروح للكرة الطائرة اتحاد الكرة الطائرة او اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة الطائرة بقيدة كابتن سامح حمدي وهو طبعا احد ابناء النادي الاهلي طبعا حددت موعد الجامعية العمومية الغير عددية طبعا كل اتحاد له الحق انه هو يحط النظامه الاساسي او لحيته الاساسية وفي جامعية عمومية هكون في مطلع الشهر القادم لو شهر سبتمبر هتطرح على الجامعية العمومية الغير عددية بحيث انه لو تم الموافق عليها بيتم بتحولها اللجنة العمومية حسب قانون الرياضة الجديد بتعتمدها اللجنة العمومية المصرية بترسل الى وزارة الشباب والرياضة لاعتمادها ايضا ونشرها طبعا في الجريدة الرسمية وهيبقى بعديها على طول الجامعية العمومية العادية اللي هتجرى على اساس اللايحة الجديدة وهيتم فيها انتخاب هيكون فيها بند طبعا انتخابات مجلس جديد وطبعا ما ينفعش نتكلم عن هذا الحدث والاستدادات ليه وما يكونش معانا طبعا الكابتن سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة اهلا بيك يا كابتن اهلا بيك يا كابتن هايز الاول طبعا احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا على قناة النادي الاهلي وبنتمنى لحضرتك كل التوفيق في الوقت لحضرتك ادرت فيه اتحاد الطيرة في وقت عصيب شكرا لك يا كابتن هايز كابتن احنا بنشكر حضرتك الاستدادات للجامعية العمومية العادية والجامعية العمومية الغير عادية هل تم ارسال الدعوات للاندية يعني كلمنا عن الاستعداد للجامعيتين العمومية سواء العادية او غير العادية يا لها قطرة كابتن هايز سامحية احنا كنا قدمنا عليها في شهر ستا وكنا هنعملها معانا عادية عشان نعمل اللايحة بتاعتنا وبعده كان حد انتقلات لكن للأسف هم اللايحة الاندية قالت ان احنا لازم نعمل التخطيق بتاع الجديد عشان نعمل عليه كمعية العمومية الغير عادية بالتالي احنا الحمد لله عملنا التصنيف وبعثنا للجمه الاولمبية ومنتظرين بس هم يدونا الاوكي ان هم عملوا التصنيف اعتمدوا التصنيف عشان احدث معها دي كمعية العمومية غير عادية غالبا ان شاء الله بإذن الله احنا نتخططنا نعملها في قواعد تسعة او يعني سواء الاول او الثاني علشان بعد كده ان شاء الله بإذن الله بعد ما نعمل اللجن انت عارف سيما انت قدت يا كابتر ما هيسم انها لازم نطلح تعثمت من اللجنة العمومية وبعد ما نطلح نتشارها في برسائك والكلام ده كله هياخد وقت طبيعي جدا طبيعي انه هياخد وقت اكيد اتفضل لكابتر بعد جدا المفهود ان احنا ان شاء الله من حد الجمعية العمومية العادية علشان نعمل التخطيق على الليحة الجديد ان شاء الله هلعثمتها من الجمعية العمومية العادية كابتر سامح انت حدك ماشي في اتجاهين زي ما بيقولوا بالتوازي اتجاه طبعا اداري وطبعا احنا اتكلمنا عنه سوى جمعية عمومية عادية غير عادية وكل التوفيل حضرتها كل التوفيل لجمعية عمومية الناحية الفنية والمنافسات الاخبار ايه الدنيا ايه حدك شافي استكمال الدور ازاي الدور احنا بدعنا خلاص بدعنا النهار ده اول يوم له وبدعنا بالحافظة الرياضة اللي هم الشباب والشافات لان دول يهمونا اولادنا علشان يقدروا ياخدوا نمر تتوزهم في التنوين العامة بحيث تخدوا قليات اللي هم عايزينها ان شاء الله يعني ودي حاجة تهمنا بس احنا كنا مضطرين ان احنا نخلصوا قبل 31 ثمانية علشان الوزارة بتطلب المعتاج قبل 18 ثمانية علشان تقدمها للمساة التربية صحيح صحيح يعني يا كابتن احنا طبعا بنشكر حضرتك اكيد دول اولادك وانت بتفكر طبعا على التمايز الرياضي والدرجات اللي بتضاف طبعا وده توجه للدولة الحقيقة وده توجه جيد جدا طب بالنسبة لفريق الاول يا كابتن يعني حدك شايف المنافسات ازاي وفي ضل الاجراءات الاحترازية اللي بتطلب بيها الوزارة والله احنا بعطرهم لان يعني قاعدوا مضة طويلة ما فيش تجربات وبنتحنا الحمد لله دينام فطرة كافية يعني دينام هنبدأ الدورة بتاعنا يوم واحد وعشرين تقريبا الشهر ده فاخدوا فطرة اعداد كافية يعني الحمد لله وحنبدأ يوم واحد وعشرين وان شاء الله بنخلص يعني اخر شهر وده سعر اذن ده نكون مقارسين كل البطولات بتاعتنا علشان نتعرف احنا بعد كده كابتن هاسم عندي اربع بطولات شباب وشافات ونشئين ونشئات بطولة افراغي مؤهلة بطولة العالم فلازم ابدأ اعدل المنتخبات بإيذن الله من اول شهر عشرة ان شاء الله البطولات كلها اواخر 11 و12 ان شاء الله ان شاء الله كابتن سامح حمدي طبعا رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة الياد بشكر حضرتك شكرا جزيرا على وجودك معنا وكل التوفيق لكرة طائرة وكل التوفيق لأسرة كرة طائرة سواء محليا او عالميا اطلع فاصل مع حضراتكم سريع عشان ارجع استقبل ضيفي طبعا نجم الاسكواش نجم مصر المديرة الفنية يعني يمكن الابرس في تاريخ الاسكواش الكابتن امير وجيه ترجمة نانسي قنقر اعزائي المشاهدين اهلا بحضراتكم من جديد نرحب بضفنا نجم الاسكواش الحق ارقام كبيرة كلاعب وارقام كبيرة كمدير فني واحد ابرز العلامات في عالم الاسكواش الكابتن امير وجيه اهلا بيك كابتن اهلا بيك كابتن هايسون شكرك جدا قديمة جميلة واشكرك جدا ومبروك على يعني فعلا نقلة جميلة جدا قهات الاهليه دايما يعني اما تع العشاق الاهلي في الوطن العربي كله مشه مصر بس صادق جديد صحابي من كل الجالف بتصلوا بي صعداء جدا ومويتورجوا عليه النادي الاهلي كابتن حدك ابني من ابناء النادي الاهلي وكلام حدك ده يسعدنا وحدتك في بيتك وفي مكانك النادي الاهلي شكرك كابتن يمكن انا هبتدر قصة من النهاية يعني كل المزعين بيبتدر قصة من الجداية قول ناشأو كلام انا هخش في المضبون على ذلك شكرا حدتك المدير الفني للمشروع القومي للسكواش طبعا الحقيقة المشروع ده كان حلم من احلام محب الاسكواش في مصر القصة بدأت ازاي والله انت عارف يا سمان انا كنت قبل الفترة اللي فاتت دي انا عدت 6 سنين في واشنطن دي سي انا بنشر اللعبة في العصمة الامريكية ما كانش فيه سكواش خالص هناك صحيح وطلب مني من خلال راجل الاعمال ان انا يعني نبني اللعبة في العصمة الامريكية وكان تحدي كبير ليا واخدت الخطوة عشان خاطر يعني تبقى بص مع المصر اه في امريكا كان يقولوا ان كان في واحد مصري هنا او سكواش المصري واجي نقل سكواش في العصمة الامريكية ديت وشعبيت اللعبة تزيده كان وفي الحقيقة طبعا كنت على تواصل على طول مع المسؤولين والانتحاد هنا واول لما رجعت مصر اه سبت الوزير طبعا دكتور أشرف صفحي مشكوره جدا كان فيه مبادر مساعدة الرئيس ان احنا اه بيتبنى الف الناشئ في الالعاب اللي مصر متميزة فيها وزي محمد طلع مزهر وعمل نقلة جبيرة جدا من شعبية الكورة والهندبول والالعاب لزي السكواش فاللعبة تلسكواش قضيفت دكتور أشرف يعني مشكور اضافة على السكواش اه اضافة لسكواش قبل ما نخش بقى في التفاصيل خلينا شوف مع حضرتك الفيديو ده ونرجع لستكمل حوار ناشئك طيب يمكن مش جاهزين طيب خلينا معلش يا كابتن انا يعني قطعت حضرتك تمام دكتور أشرف صفحي وزير الشباب والرياضة اه اه اماننا دخل السكواش سكواش في ضمن الالعاب كانوا عشر الالعاب بهم حداشر لعبة لمحافظة على الرياضة طبعا احنا السكواش لدينا تاريخ كبير جدا فيها من الثلاثينات والاربعنات فطبعا دلوقتي تقلق مصر مكتسعين كل الالقاب احنا برازيلي العالم اه موضة برازيلي العالم فلسكواش زي الكورة طب الحمد لله فطبعا المحافظة على رياضة هي اللي كانت صعبة صحيح يعني احنا دلوقتي اللعبة لو دخلت اولمبيك الدكتور أشرف بقول اللعبة دي لو دخلت اولمبياد مش عايز ما كونش موجود صحيح مش معقول انا بكسب كل خمسة عشرين سنانة اللي فاته بكتسح كل الالقاب ولما اللعبة تخش اولمبيك تمانية وعشرين مثلا لو امريكا دخلتها ما بقاش موجود فطبقيت الفكرة في الالف ناشئ وعلى فكرة هم غالبا ان شاء الله ان شاء الله همتواقع ان هم بقى اكتر من 3000 ناشئ والله خليني برضو انا يعني الفيديو ده احنا مجهزينه جاهزة الفيديو يا جماعة نروح ننتقر على التقرير ونشوفه مع حضراتكم وارجع لي نجمل سكواشا كابتن امير امير وجيه هو احد اساطير السكواش المصري فعبر مسيرته الحافلة بالانجازات والبطولات والتي شهدت العديد من التحديات نجد ان وجيه عانق المجد واستطاع حفر اسمه باحرف من نور في سجلات السكواش العالمية امير وجيه من موليد الرابع والعشرين من اغسطس عام 1967 بدأ حياته ممارسا لرياضة كرة السلة في نادي طلعة حرب قبل ان يجد ضالته في السكواش والتي بدأت في رحاب نادي التوفيقية قبل ان ينتقل لنادي الجزيرة وهو في الخامسة عشرة من عمره ليحصد مع الفريق القاهري سبع بطولات للجمهورية ثم انتقل امير السكواش المصري الى النادي الاهلي ليحقق معه بطولة الجمهورية لموسمين متتاليين ويمتلك وجيه الرقم القياسي لحصد بطولة الجمهورية بتسعة القاب كما حقق مع الشياطين الحمر لقب البطولة العربية وفي نفس التوقيت قاد منتخبان الوطنية الاولى للرجال للفوز باول بطولة عالم عام 1999 قبل ان يعتزل اللعبة عام 2001 واستطاع نجم الاهلي نقل خبراته الطويلة لزملائه داخل جدران القلعة الحمراء وهو ما ساعد المارد الاحمر في حصد خمس بطولات لفرد الرجال بواقع اربع بطولات لعمر شبانة وبطولة لكريم عبد الجواد ويعد امير وجيه حالة استثنائية في الاسكواش المصري فهو اول رياضي يمارس اللعب والتدريب في نفس الوقت بعدما حصل على استثناء من الوزير عبدالاحد جمال الدين عام 1989 نظرا لهجرة اغلب مدربي الاسكواش الى الخارج ويمتلك نجم الاهل السابق رقما اعجازيا بفوزه بخمسة وعشرين لقبا لبطولة العالم على الصعيد التدريبي سواء للرجال او السيدات او الناشئين او الفرق الفردي وخاض امير وجيه تحديات كبيرة خارج حدود الوطن كانت بدايتها عام 2002 حينما اشرف على تدريب المنتخب الكويتي ولمدة اربع سنوات وحقق بهم طفرة هائلة بتحقيقهم للمركز الرابع عالميا تحت 19 سنة قبل ان يشد الرحال لبلاد العمسام مع نهاية عام 2012 ولمدة ستة اعوام كاملة نجح فيهم في نشر اللعبة بالعاصمة الامريكية واشنطن واستطاع بناء ناد عملاق هناك والطريف ان هذا الصرح كان شاهدا على تتوي منتخبنا الوطني ببطولة العالم لفرق لجال تحت القيادة الفنية لامير وجيه واخيرا اختارته الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ليكون مستشارا فنيا للمشروع القومي لموهوبي لسكواش اهلا بحضراتكم من جديد بنستكمل حوارنا مع امير لسكواش الكابتن امير وجيه كابتن تاريخ كبير شكرا شايفا يعني بكوات جميلة جدا والالقاب المتخب المصري يعني فعلا هو الحمد لله صامع يعني دي حاجة بسيطة وانا قدامها لبلدنا الغالية دا مش غريبة على حضرتك وارجع تاني على موضوعنا الاساسي والمهم الحقيقة لانا كنت سعيد بي جدا 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 المشروع القومي لموهوبين خاصة انا كابتن لابة اسكواش لابة ولاد الزواج حتى تتعلم جيدا انه تكلفتها وتدريبها وإيجار مع لعبها موضوع غالي فكون الدولة مشكورة ممثلة في معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشاف صبحي يتبنوا مشروع زي دا وحتك تكون على رأسه فالحقيقة محتاجين نتكلم في الموضوع دا كتير اتفضل لك شكرا كابتن هاسم طبعا هو المشروع القومي دا تخدم المجتمع ككل تعرف ان طبعا اللعبة دي زي ما انت قلت لعبة مكلفة جدا لعبة مكتصرة كانت على فئة يعني مهينة لتلعبها المضرب بيوصل لألفين تلاتلاف جنيه وممكن يتكسر في نفس اللعبة وطبعا دي تكاليف تخلي اللعبة محصولة لفئة معينة توجهات طبعا ست رئيس عفتاح السيسي طبعا هو عايش كل رياضة ان لازم احنا كأسرة واحدة لازم ياخد فرص متكفقة في فرص يعني المشروع دا كمان الجميل في اني عشرين في المية من اجمال الالف الناشئ من ولاد افطالنا واخواتنا شهداء الجيش والشرطة فحلا ودور رعاية الايتام فحلا اه دا يعني الحمد للعند هنا تمنتشر ولاد بطل شهيد جيش والشرطة دا شيء اسعدني جدا جدا وثلاثين طفل من دور رعاية الايتام وهم محتاجين فرصة وانا متأكد ان شاء الله في خلال الخامس سنين البرنامج ان احنا عاملينه بالدعم قوة جدا من البنك الاهلي طبعا لان المشاريع القومية بتحتاج دعم قوة جدا وطبعا البنك الاهلي دا من السباق في المشاريع القومية ودعمها الدكتور يا شاموكاش باشكره جدا رئيس مجلس الادارة ورياضي وعاشق دكتور يا حياب الفتوح دعمونا بحيث ان التدريب يبقى مجانا هنحطين مئة مضرب في كل سنتر بحيث ان السنات الفين يا كبت بدعنا دلوقتي بمركز شباب الجزيرة ومركز شباب بورسعيد طبعا الملاقب في بورسعيد ده نتخضيط المدينة الرئياضية ست ملاقب احسن ملاقب في مصر بجانب طبعا الاربع ملاقب اللي في مركز شباب الجزيرة والافتتاح ان شاء الله يمتق السابت 158 فعلا الف ملوك ان شاء الله ان شاء الله نكون موجودين هكيد هيشرف مالي الوزير هكون متشرف في الافتتاح طبعا يعني الجداول الحمد لله ملينا من 9 صبح لل 9 بالليلة يعني فيه بروتوكول يتحصل بعد كورونا ان التدريبات ما وانتو ما يبقىش يبقى اكتر من لعب ملاقب على الكوتش بالتالي احنا اجازنا الملعب من 9 صبح لل 9 بالليلة 12 ساعة متواصلة فيه 10 مدربين يكونوا موجودين من اكفر المدربين في مركز شباب الجزيرة وفي نفس الوقت مركز شباب بورسعيد طبعا طب على المستقبل القريب المراكز دي هتزيد على المستوى الجمهورية ده احنا ان شاء الله الخطة بقى محمد الوقت بإذن الله يعني ان شاء الله احنا رايحين الفيوم رايحين اسمعالية رايحين سويس رايحين بإذن الله برافو السعيد سعيد مصر برافو عليك يعني رايحين السعيد يحتاجوا هذا لمشروع جدا اه يعني ان شاء الله هو اللي هابتسكوارش هتكون شعبية هو اللي هابت بمتاحة للجميع بإذن الله عندنا دعم قوت جدا في سبت الوزير يعني بصراحة والكرول اللي معاه في الوزارة بشكرهم جدا جدا يعني اللجنة اللي معاه اه اي حاجة يعني نطلبها يعني بفراحة وعلى طول يعني بفراحة بسهولة وما جداول اتعاملت انا كنت سعيد جدا لما شفت في مية ستة تومانين واحد مشاركين الغد وقت في بورسعيد في المشروع وهنا الحمد لله الغد وقت اتنين وتسعيد ولسه ما قفلناش فإن شاء الله بإذن الله يعني المشروع قوم بالموهب السكواش دوت السكواش الجديد ده المستقبل دوت اللي إن شاء الله بإذن الله ينكمل والجميع نحن هيبقى فيه بقى طبعا بين مركز الشباب دي كلها هنالدوري اه طبعا دوري وهيشاركوا بالدور بإسم المشروع الرومي وهنقدر نحن نسوي أدعبين هنقدر بنجلهم منح دراسية هنا وبر ممتاز ممتاز يعني إن شاء الله هيبقى فيه فرص متكاملة حاجة مشرفة جدا يا كابتن وخلينا نقول إن طبعا يعني يسعدنا يكون معانا كمان عبر السكايب نجم من نجوم اللعبة عبر التلفون أنا آسف نجم من نجوم اللعبة أحد اللاعبين اللي شرفه مصر الكابتن كريم درويش ألهم بيك يا كابتن أنا كابتن زيك الأخبار يعني إنت بصراحة يعني منورنا على الشارك قناة النادي الأهلي وكمان يعني إنت تاريخ كبير جدا جدا كريم ده يعني لي معايزة خاصة لأن أنا كنت مرة أقول كبير لأول قصتي معاه صحيح وليد درويش كان من الأبطال مصر تحت أربعتاش وكريم كان لسه بقى تحت أحداشر سنة وبيجي معاه صحيح كريم سامع كلام كابتن أمير عنك أو لا أنت تقعدين مع كابتن أمير وديه طبعا كابتن أمير وديه ده هو يعني دي فضل على السوش المطري كله في آخر 25 سنة طب جد يعني مش عشان هو كان مدربي لمدة 10 سنين فأنا بقول كده بس لا فعلا هو يعني كابتن أمير دي فضل على السوش المطري في آخر 25 سنة ويمكن أعتقد هو أكتر واحد كتب بطولة عالم في تاريخ الكتب العالمي صحيح أولي 20 سنة عالم فدي حاجة يمكن مصرفة لمطر ويعني ولا يمكن يعني أكون متحيير كيف جدا أن هو كان مدربي وهو اللي خلاني لخماحة للعالم يعني كريم لخماحة للعالم هو طبعا بحييه وبشكره من خلال كنانة النادي الآلي سعيد جدا طبعا بالروح ودي مش غريبة على السكواش السكواش أسرته كلهم جمال الحقيقة وكلهم يعني بيقدروا الكبير خلينا أقولك كابتن أنت مدير فني طبعا نادي ودي دجلة والحقيقة يعني ما شاء الله لهم من كل أبطال مصر الحقيقة عندك في ودي دجلة يعني فتقول لي أنت عملت إيه في طبعا جات لجائح الكورونا حصل طبعا إجراءات احترازية عملت إيه في القصة دي وإزاي بتستعيد فورمة اللعيبة بسرعة والله الكورونا طبعا كانت حاجة مفاجأة علينا كلنا في كل المجالات في رياضة بسرعة طبعا كان لازم نحن نتعامل معاها بشكل ذاكي شوية نحن يعني ما نستعجلش في الرجوع للنشاط وأن نحن نخذها بشكل تدريجي والحمد لله بدينا أن أول شهر سابعة أكد الناس ومديرت صدد بنسبة 40-50% واحد ثمانية دينا تحسنت شوية وأعتقد الناس لما بشوف إجراءات احترازية وبشوف أن نحن بالعقل وبشوف أن نحن الاتحاد برضو بيتابع التقسيم وبيتابع الإجراءات الاحترازية دي كلها أعتقد الناس تطمنت واحدة واحدة إن شاء الله لنصفها يرجع بكام قوته بإخدال شهر من الوقت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كابتن كريم دا رويش طبع بنشكر حداك على المداخلة الجميلة دي ونتمنى لحداك كل التوفيق إن شاء الله يمكن كريم من اللعيبة الجمالي كريم يعني بصراحة لي مع ذكريات كثير من الناشئين لغير لما يمكن آخر بطولة كتبنا بطولة عالم كانت فاعل مانيا في أدربورن وكان لها قصة يعني جميلة جدا الموتش النهائي كريم كان هو الموتش الديسايد إن مصر تفوز أو لا وكان بلع مع جيمس ويلستروب وكان يمكن جيمس متفوق على كريم في آخر مسلا سبعتاشر مرة وربعة بس كان عن سفقة جمدة جدا في كريم وكسب فرع وكسب لما دي لعب يسمو مصر فرع جير الفردي خالص يعني خسر أول شوت وبعدين بين الأشواط بكلمه وبهدي نزل ما شاء الله يعني لا نزل خد التلق جميلة وربعة أهلا بحضراتكم من جديد بنستكمل حوارنا الشيط مع أمير لسكواش أمير وجيه كابتن يمكن احنا اتكلمنا عن مشروع القومي طبعا رعاية الموهوبين وقد ايه ده مشروع قومي الحقيقة طبعا اتجاه الدولة المصرية طبعا العدالة وكل حاجة احنا عايزين ننتقل على تجربتك في أمريكا يمكن قاضية سبت سنوات في واشه مضبوط أسست لعبة لسكواش تكلمنا على هذه التجربة والله يعني هي كانت تجربة خبرة كبيرة جدا انت عارف تحدي كبير انت رايح مكان العاصمة الأمريكية صحيح مفيش سكواش غير في أربع ملاعب في ريكرياشن سنتر كده في جيم يعني غالي جدا المستثمر الأمريكي اللي مفروض بنالي النادي هناك وروح تساعدته يعني هنا نعمل برنامج لسكواش أنا دائما في الصيف كل صيف بقى معسكر الدولي اللي ده عملي ساحر ديه في مصر صحيح طب بيجي من 11 دولة لعبين من كل حياتها من الأمريكا من الهند بيبقى المعسكر في مصر هنا آآ ومنتخب السعودي على طول معايا ومنتخب الكويدي الجوردان كل يعني بصراحة دي كل سنة بيعمل يعني المعسكر ده مدة شهر وبيبقى نجح جدا فكان في بنت أمريكية بتيجي دايما تتمرم معايا وبترجع وما رجعت من قدرت ان هي بتخش جامعة تيوبين اللي متخرج منها العالم المصري المرحوم دكتور أحمد زويل حالا والرئيس الأمريكي ترامب متخرج من الجامعة دي جامعة مميزة جدا فبعد ما داخلت كيزبت مع الجامعة الناشنالز باباها يعني اتصل بي وقال لي أنا عندي أربع مشاريع في واشنطن دي سي هفضيلك ام سريد ده أشهر شارع في واشنطن في جورجتاون قال لي هفضيلك انه من أول شارع جامعة جورج واشنطن وآخر شارع جامعة جورجتاون فيعني جامعتين من أول شارع من أكبر جامعات في أمريكا فكانت يعني زي ما تقول هاب للاسكواش ممكن يبقى مهم جدا فطبعا لما روحت كان البرنامج لسه النادي مش معمول كاتفاير ستيشن ده مزيرو يعني انت مزيرو أنا روحت ما كانش فيه أي حاجة عن سكواش مش بس مش لعيبة لا ده لعيبة وملاعب وملاعب فولتوله انت يعني جاهبني بهادري فين النادي قال لي لما أنا مش لما أفتح هجرب احنا هنا ومفكروا فكرة تانية خالص قال لي عايزة ما أفتح أكون جاهز ما فيش غلطة فدخلنا على الريكريشن تنتر خدنا منهم ملعب بعدين ملعبين لغاية لما قدرين نعمل برنامج في الأربع ملاعب فيهم وانا ساعدته طبعا كان فيه لعب كابتن فريق جامعة جورج واشنطن اسلام الفيه كمستثمر مصري طول ما تخش معنا الفكرة كان ولق جريء جدا راح تدخل وحط المبلغ قوي الراجل بعد اياه خد كارد مثلا أربعة مليون ومهم النادي الحمد لله لما تبنى بقى أحسن نظام متكامل من للحجز للدفع مفيش انت متعاملش مع حد خالص كله طب كابتن ايه رايك نروح لأحد لعباتك كابتن يترب عادل طبعا لعبة النادي الأهلي ونجمة مصر ألم بيك يا كابتن كابتن هايزة مساء الخير زي حضرتك وحشانة جدا جدا معلش طبعا كابتن أمير مساء الخير وحشانة جدا جدا طبعا وانت من اللعبات المميزات لعبة النادي الأهلي يعني تحب تقول لي الكابتن أمير هو معنا في الستوديو يعني اول حاجة كل سنة انتم طيبين انا مبسوطة طبعا انا معايكم النهاردة كابتن أمير بنزلنا كلنا كلنا كلاعبة يعني القب الروحي كلنا تعلمنا منه كثير قوي كلنا اتفادنا من شبراته كثير قوي سواء كانت المنتخب او كمدرب او كانت كلاعيب فلحد دلوقتي انا في اي حاجة بكلمه بستثيره في اي خطوة بالدستاري بتكون كثيرة فانا مبسوطة قوي انا معايكم النهاردة ياسر بنتي لعبة ممتازة جدا انا ممكن طبعا درستي في انجلترا وتعرضت الاصابة هناك وكملتي يعني كلمين اقولنا ازاي قدرتي يعني ترجاع المستواك بسرعة هي كانت صعبة بصراحة يعني هي كانت دعيني صعبة لان انا كنت وقتها بتخرج من الجامعة في انجلترا وقتها حصلت لي الاصابة فتريت ان انا قاف تقريبا سنة وقتها اي تنك ان انا كنت في ستوب سيتي والرانكينج بتاعي يرجع وقتها جامد تنفصلت تقريبا مية وشوية اكيد طبعا كنت بحيول على قد مقدر ان انا اتجع نفسي في الاول واحدة واحدة مثل في اكسكتيتين فقط عايزة ارجع اتبتت والعب الحاجة اللي انا بحبها والحمد اللي واحدة واحدة ان شاء الله واحدة اه طبعا ويسرب كمانا عمدها الحمد اللي دلوقتي وصلت بقية رقم تنتظر على عالم فحسب في الآخر طب يسرب كابتن امير عايزي يوجهه للكلمة تفضل يسرب طبعا يعني هي ان هي تلتاشر على العالم دي انا شايف هي لازم نتدوسها لنفسها لان فنياتها عالية جدا مفروض من احسن اللاعبات اللي عندها راكة كنترول عندها موهبة فظيعة يعني الاصابة اطلتها شوية لكن انا متأكد ان هي ان شاء الله تقدر تبقى في الطوب فور قريب وهي تقدر تعملها مع مزيج شوية من اللياقة البدنية وتحافظ شوية لكن هي سكواشها من لا يقل عن ابطال العالم وكسبة الريدي الناس كتير اوي في الطوب ايت على العالم بسهول لو عندها يعني ثقة في نفسها في المنى فعايزين نشيل الواحد ونطلع في الطوب تري على العالم يعني النصيحة النصيحة دي كده ما تعديش كده بسهولة يعني خلي بالك نصيحة على هوا ديت طب ياسر بوليدي انت كان لولا توقف كورونا انت كان عندك اجندا كده دولية كم بطولة كنت هتروحيها يمكن انا كنت يعني سمعت عن كده ايه كانت اخبار البطولات اللي كانت لو ما كانش حاصر كورونا كنت هتروحيها احنا بصراحة احنا لطيبن بتاعنا كان نقول نشخلص بيخلص لان احنا عادة بنخلص في صهر خمسة فاحنا كانت اخر بطولة لعبنيها كانت بلاك بول كانت اصلا كمان بتزيح على التلفزيون المطري فكان نقص قريبا بالنسبة لنا بطولتين كانت سلطة الجونا عبتلة علامبت وبالبسر تختلف من 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 حد يعني من العيد لآخر عشان كل حد يقول بليه اجندته معينة عليه ابرد بطولات معين مش بيكون عايز يعبدي عشان يستفاد على قد ما يقدر بالبطولات الى بيستخدمها فااكيد ان شاء الله ياسب الظروف دي تعدي وترجعت اتقالك تاني وترجع نتفرج عليك باستمرار ووعدين ان شاء الله انتكوني معنا في قناة النادي الاهلي قريبا ان شاء الله لأ اكيد اكيد قريب قوي ان شاء الله انا مفقوطة انا كنت معاكم المهاردة وابجد انا كنت لسه بسمع الموضوع المبادرة يعني حاجة مصرفة جدا وحاجة مهمة جدا للسفات النواة يبطل يكبر وان شاء الله يبضل دايما في افصل موجودين طبعا تحت شبك ان شاء الله ياتري بعدي بشكرك شكرا جزيرا ليكي طبعا نجمة مصر ونجمة النادي الاهلي بشكرك على وجودك معانا يمكن بيبقى حاجة حلوة كابتن لما انت يعني تتواصل مع لعباتك ولعبينك وتشوف قد انت كان ليك امبكت كبير جدا على الاسكوش وفي الحقيقة طبعا انا بساعدني لانهم يعني ببقى شاهدهم هما تحت ناشين بتاعت عشرة وحداشرة وبدأت معاهم من الاول خالص وبساعدني طبعا تقلقهم لما شوفهم احلامهم سواء بطولة عالمية تعليم في احسن جماعات في العالم ووصولهم بيرجعوا مصر باضافة جديدة بيدو خبرة الروح الحلوة اللي ما بينهم يعني بتخليني ان انا بحس ان انا يعني الحمد لله قدرت اعمل حالي وليس قدامك كتير يا كابتن لها ده حلس لسه مماش حاجة نعمل حاجات حلوة في الان شاء الله في المشروع القومي لما ينشكل المحافظات لها هكون حاجة يعني نقلة جديدة للموضوع جديد ويبقى لعبة شعبية واحنا هنسابورت الكلام ده وهنقف جنبكو وهنبقى معاكم ان شاء الله لان احنا برنامج الابطال واللي انتو بتعملوه ده اكيد هيطلع ابطال انا كذب من بقى يعني الاساس الاهلي لازم يعني انتو باكينج على طول الرياضة المصرية في المصرف عامل احنا كبرنامج وكاقونات الاهلي اكيد هندعنا ان شاء الله هنرجع تاني لتجربة حلواتك مع واشنطن يمكن استقدمتم داريبين مصريين كتير تكلمني عن التجربة ديت فرص كتير طبعا يمكن كان معايا في النادي جيبت كوتش كان في الهند ست سنين عمر المليجي وبعدين طول متغير يعني اتحاول تيجي امريكا شيفتي كارير تيجي معنا احطي خبرة كبيرة جدا كنت بمرهم طبعا جامعة جورج تاون دي جامعة كبيرة جدا كبيرة جدا طبعا ومعظم المدارس الهاي سكول في امريكا كلها اللي في سوريا في واشنطن كان تحت البرنامج بداعي انا رحت هناك وشوفت طبعا المنزور يعني قالولي كابتين كبير كبير اعمل شغل كبير جدا في واشنطن كان يفسى شوفه بنافسه الخبار جميلة اعم اعم وبرضو كان اللي بسعيدني لما كنت الابرة وحيلي ممكن اكتر من 30 طالب مصري بيدرسو في ان شاء الله في جامعة جورج واشنطن اعم اي حد بيجي لازم اعم 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 ات الهب اللي بيجي ينزل عليه اعم شوش يعني كل حد دي بتدي يعني خليتني تشوفتهم لما تخرجوا لما رجعوا يعني بصراحة كلهم يعني خبرات كبيرة جدا لمصر كما اسمه مصر لما يبقى في العاصمة واشنطن الحقيقة ده بيبقى اكبر دليل على تفوق مصر في اللعبة طيب كابتن ارجع معاك انا زي مولت حداك انا ماشي نماتي شوية احنا خلصنا تجربة طبعا ولاية المتحدة الامريكية هرجع على تجربتك مع منتخب مصر او منتخبات مصر سنين طويلة يمكن انت اكتر مدير فني حققت لترات عالم والله يعني انا حظ كان حلو جدا ان انا في الاول يعني دخلت تطريب الصدفة انا عارف انا كان جالي استثناء من دكتور عبدالله حجمال الدين الله رحمه كان طبعا دير الشعاب الرياضة في الوقت دوت جالي عقد السفر الكوين ماشاء الله وكنت لسه صغير جدا فكان معظم الابطال المصريين كلهم هاجروا برا في اوروبا ومفيش حد حلقة واصل واحد وتسعين واحد وتسعين اه فحلقة الواصل ما كانت بين كان لسه بقى برادة وبرولوسي وسكا وفايزي وكل الشباب ده محمد مرح كل دول تحت السبتاشر لسه الغريد واربعتاشر 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 وستاشر سامة فالرحمه كابتان عبو حد عالعزيز صبعا اصطور في السكواش وكان هو مدير الفني للمنتخب راح لازاي هتسافر وفي جابهة تبقى كبيرة اللعيبة دي يعني مش هنلاقي حد ومش هعارد حد يشدهم فعملنا طلب بصدت الوزير سعيتها وستسنان اني ألعب ودرفة دخلت من هنا التدريب وكنت مساعد بقى لكابتان عبد الواحد وشالعب كل يوم مع ست سبع لعبين دولت يوميا ده الوجب بتاعي اللي انا عمرنا كل الناشئين دي كل يوميا شدنا بقى لغاية يعني الحمد لله برضو بعد كده جيت بقى مساعدة لكابتان عباس كعود طبعا من صورة الاتواش ونجميل الكبير طبعا مستاذي وبعد كده دكتور علي ناصر ومرحوم احمد صفوت فاخدت خبرة يعني كبيرة جدا كنت محظوظ فيها بالتالي ان انا بدأت وانا صغير جدا في حد فيه ناس تفتكرين ان انا مسلا كبير كل ما يشوفوه اميرو جيء ما يعرفوني شو ايه ده انت اللي اتخدت البطولة وانا انا عد تاني جاي يعني عشان بدأتها وانا صغير كنت لعب ومدرب طب في الكويت يا كابتن برضو اسست اللعبه احلى ايام اه احلى ايام انا في الكويت روحت يعني الحمد لله كان اه اتحاد الكويت اللي سكواش طبعا من كابتن حسين مقصيد رئيس الاتحاد وكان معاه صديقي الملاعب بقى كابتن عدل الغريب وكابتن ريض السماع وكابتن فاز المنترد دول يعني حطوا ثقة فيها كبيرة وينزوا ده من العسكروا معايا كل سنة في مصر في الصيف بيعودوا شهر طبعا هنا فقالولي ما تيجي معانا عايزين نروح حتة تانية عايزين نوصل على ما ايه عاليت طموحات طبعا الاشقاء في الكويت عاليته الطموحات ان هما ده كان التصنيف بتاع الفريق اللي الناشئين تحت سعتاشر سنة مرة سبعة عشرين من تسعة عشرين دولة اه ماشا الله من خلال سنتين تلعنا رابع ده كانت الاول لا ده كانت الاول طلعنا الرابع على العالم ماشا الله كان عندهم مواهب يعني عبدالله المزاين ده فيه مواهب بتبقى في حتة زي ميسي ورونالدو لايه كله عن شبانة ورامي عشور وكده في المواهبة فظيعة حتى بطولة العالم اللي فاتت تتكسب كله ما تشاطه حتى لهم بالعابة في الجروب اللي تحت فعلا بغلب الناس موهوب فظيعة فالحمد لله كان هو علي الرامزي وسلمان الخميس وعمر اتمامي يعني وسلم وفالح كان عندي مجموعة سبع ناشئين مركز عليهم وناصر رامزي قدرت ان انا خلال سنتين اطلع بيهم الرابع على العالم ماشا الله طب وعدت كم سنة في دولة الكويت تلاتة ونوص بالزرق تلات سنين والزرق وعملته عامل طفرة دي ماشا الله نجي زيارة من الكويت لازم ترجع محايا مصر وكده فالحمد لله طبعا مقدرش لاخر طبعا اكيد على طول والحمد لله بقى استكملت المسيرة لغاية لما سفرت امريكا طيب خلينا نرجع طيب الصورة دي يا كابتن اللي معروضة يعني صورة يعني ميشي دي احنا طيب احنا عايزين نارى بكستها احاول لك الكست كل سنة في دورة ربعية بتتعمل في واشنطن دي سي بتجي الارجنتين والاكوادور وبلاد من سواء زي امريكا انا ماشي في الجيم في النادي وبعدين ببصف لقيت ميسي جويرو هجوين لا بسيطة اه لا بسيطة على طول كان كل الشباب المصري وابني في الجامعة محمد في جامعة جورجو وانتقلت على جامعة ده ميسي هنا اه هم بعرفش انجليزي خالز اه طبعا اه طبعا رحت كلمة اسبانية اه من السهر وفتا معك وكانت صدفة ظريفة وبيحبوا الباسكت على فكرة فالي يوم بيتمرنوا في الجيم وبعد بتاع اليوم بيلعبوا فعندنا كان ملعب باسكت في الجيم بيلعبوا كلهم باسكت في الجيم بقى ويعملوا خمازيات وبتاع كانت بس مفاجأة لحدك انت ماشي في الجيم كده ده ميسي اه على طول وبتاع يعني ليت ميسي بعدين ما بيخش برضه وانا كله بقى كان تيفز معهم وكل طب يعملوا تأسيمة كده خمسة خمسة كابتب بسرعة كل ده تلعب كورة لا بس سرعة طريفة جدا كانت جميلة جدا وكان نوعات حيل وقاعد معنا اسبوع تقريبا فكل يوم بقى معا بس انت في الاول لعبت باسكت لكابتب خلي بالك برض يعني انت لما تهزت تلعب مين يعني انت في الاول بدايتك لعبت باسكت لعبت باسكت انها تلعت حرب بعد كده بصراع خرج نجوم ناجي تلعت حرب اه كان ناجي تلعت حرب كابتب خلينا اسأل حدك سؤال كل واحد في حياته بيبقى في لحظة صعبة لحظاتك المشرفة كتير ولكن اللحظة الصعبة اي اكتر لحظة صعبة في حياتك مرد بيها ومش ناسية لغاية الولايات هو الاسابات الاسابات اه انا مرة يعني ان شاء الله الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله بعد الاسابات كان جالي ديسك اه صحب صحب ودكتور عبدالله حاجة المشكور هنصفرني علمانيا تعالي تعالي وفي الصدفة يعني اللي هون علي هناك وانا كنت يعني بعمل فترة طويلة قاعد كان استاذ ابراهيم جازي جي بردها من العملية اه وبعدين كنت بروح سليتوا بعد اه نسلي بعض وكانت محمود الخطيب موقع زريف حصل كانت محمود الخطيب جي يعشان شاطر بيزول استاذ ابراهيم والمهم قالوا اني قاعدين ننزل للبلد فانا كل يوم لما بروح له بالقاطر عارف الطريق حافظه بس هي المانيا كلها شباعة بعض اه فعلا المانيا والنمسا وكل كلها شباعة ما رحنا خدتهم خدتك بتمحمود الخطيب وستاذ ابراهيم وقلنا ننزل وسط البلد فاحنا مش هناك كده والقاطر رجع يعني كنين رجعين نفس المكان فقال انت توهتين قلت له والله انا حافظها بس مش عارف قال يامني انا كل النصة مشين من هنا لا يامني والحمد لله يعني دي كانت صعب السؤال يعني اخر السؤال في الحالة نفسي طبعا لحلقة طول اكتر من كده ولكن ليك تموحات وليك احلام سريعا في دقيقة كده اقول لي طموحاتك واحلامك عشان يمكن بعد سنين يتقابل ونفتكرها مع بعض والله طبعا انا اتمنى بعد ما نجح مشروع القومي دو لان الثقة غالية جدا من قنسات الوزير والدولة تحط فيها فيها الثقة دي وانا اتمنى ان انا اقدر ان انا يعني احق المطلوب مني طبعا ان شاء الله رئيسة الاتحاد يعني دي خطوة انا شايف ان هي جاية جاية ويعني ان شاء الله ان انا اكون رئيس الاتحاد عشان عندي افكار وعندي طموحات من اخد اللعبة في حتة تانية خالص ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله للمرة جاية نتقابل وانا رئيس الاتحاد ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن وربنا احقق لك كل احلامك زي ما كنت سبب في تحقيق احلام لعبة كتير وناس مدربين ربنا احقق لك احلامك دايما لك اشكرك كابتن عيسا ويعني ان شاء الله نتمنى لينا اللقاء بها في الملعب اكيد ان شاء الله بشكر حضرتك واكيد هنكون صبرت لحضرتك وبشكرك جدا جدا على تواجدك معايا ونورت قناة النبي ان شاء الله الاهلي دايما في العالي ورياضة المصرية كلها بإذن الله عزائي المشاهدين استمتعت بهذا اللقاء مع امير السكواش الكابتن امير وجيه وتمنى طبعا ان حضرتكم تكون استمتعتم معايا الى لقاء جديد ان شاء الله مع برنامج الابطال وقصة بطل جديد شكرا جزيلا